يستمر التوتر في القدس الشرقية مع تجدد الاشتباكات صباح الجمعة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه حوال ساعة الرابعة فجراً ألقى أشخاص في المكان حجارة على حائط المبكة مكان الصلاة المقدس لدى اليهود والذي يقع في صفح باحة الأقصى في البلدة القديمة من القدس الشرقية ويستمر التوتر في الحرم القدسي بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المططي وقد أصيب أكثر من 200 شخص معظمهم من الفلسطينيين الأسبوع الماضي بجروح جراء السيدامات في الحرم القدسي ومحيطه